فعلاً ناوين هذا العجز تخفضوه من 60 إلى 25 تريليون أكوهيك نية؟ أكوهيك إمكانية؟ لا ما أكوهيك إمكانية لأنه يعني مثلاً الإضافات صارت بالتعيينات الأخيرة صار عدد الموظفين 4 ملايين و 100 ألف موظف وهذا يستهلك 60 تريليون لوحده 5 ملايين و 100 ألف موظف؟ 100 ألف موظف من غير أن يكون موظفين بشركات ذات التمويل الذاتي هذه ما محسوبة ضمن هذا العدد الكلي هنا لذلك التخفيض إذا صار سيكون التخفيض لاقعي اللي هو؟ يعني بمقدار 18-19 تريليون ليس أكثر مجموعة لكل 180 تريليون بالمناسبة يعني الآن الحكومة ماشية بشغلها يعني الـ 1 على 12 أو السلف للمشاريع المستمرة هذه تصرف بشكل طبيعي وإذا ترون الآن مشاريع الجهد الخدم الهندسي أو الوزارات والآن هذه الفرصة إلى أن يتم المصادقة على الموازنة هناك أعمال مهمة يجب أن تقوم بها الوزارات قضية تهيئة الأراضي المقدمات جداو الكميات تحويلها إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها بحيث بمحظل مصادقة مجلس النواب على الموازنة تكون الأمور مهيئة يعني هناك أعمال مقدمات لهذه المشاريع يجب أن تنجز أم بالنسبة للتشغيل التشغيلية ماشية يعني الرواتب وغيرها صحيح بالنسبة للذين تم تحويلهم من الملاك المؤقت العقود إلى الدائم يحتاج إلى مصادقة الموازنة وإن شاء الله رواتبهم مضمونة والأمور ماشية على خير وماكو أي قلق بهذا الاتجاه اشتركوا في القناة